وللمزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري الذي وفان بهذه الرسالة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات أهلاً وصهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين نتابع معكم من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل اليوم الرابع لاستقبال الهيئة لكل المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 فتحت اللجنة أبوابها في التاسعة صباحاً وأغلقت في الخامسة مساءً وقد تقدم اليوم مرشح واحد وهو المرشح الرئاسي فريد زهران بعد أن أتم الكشف الطبي الخاص به في صباح هذا اليوم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وتقدم أيضاً بأوراقه ومستنداته التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق تبقى لشروط الترشح جاء المرشح فريد زهران بتسكية 30 عضو من مجلس النواب وقام بتقديم أوراقه للجنة برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وقام بفحص هذه الأوراق والمستندات وتم قبول هذه الأوراق لفحصها أيضاً خلال الأيام القادمة والتأكد من قانونية ودستورية هذه الأوراق والمستندات وتوافر كل الشروط التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وأغلق اليوم الرابع في الخامسة من مساء هذا اليوم على هذا الأمر وبالتالي أصبح من تقدم لخوض أو الترشح للانتخابات الرئاسية خلال هذه الأيام مرشحان هما المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وأيضاً المرشح الرئاسي فريد زهران وستستمر أعمال اللجنة خلال الأيام القادمة حتى يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري حتى الساعة الثانية ظهراً لتلقي مزيد من راغب الترشح للانتخابات الرئاسية وأيضاً في هذا السياق الحملة الخاصة بالمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أعلنت أنه سيتم تقديم أوراق المرشح غداً في الثانية عشر ظهراً للهيئة الوطنية للانتخابات فبالتالي الهيئة تستمر في استقبال كل من يرغب فيها الترشح ومتوافر لديه الشروط الخاصة المتعلقة بتزكية عشرين عضو من مجلس النواب أو خمسة وعشرين ألف تأييد من المواطنين من خمس عشرة محافظة وأيضاً الهيئة الوطنية للانتخابات تفحص تقوم بفحص كل هذه الأوراق وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في السادس عشر من أكتوبر الجاري هذه هي كل التفاصيل الخاصة باليوم الرابع لاستقبال الهيئة الوطنية للانتخابات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وبالتأكيد تواصل الهيئة عاملها حتى الرابع وحتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري عودة إليكم مرة أخرى